صباح الخير مشاهدينا ومتطبعينا الكرام على صبحة فيسبوك لتكمل العربية معكم المحل المالي جزاف ضهرية رحكم معكم بهذه التغطية المباشرة الصباحية مثل ما بتعرفوا بشكل يومي منقوم بتغطية مباشرة على الأسواق المالية ونحل أبرز التحركات وطبعاً ننتكلم سوياً عن التحاليل التقانية اللي منستعملها لنشوف إذا عمنا بعض الاستثمارات أو فرص الاستثمارات مثل نقاط دخول وخروج ووقف خسارة والاتجاهات المتوقعة أو سيناريات مفترضة بالنسبة للي اليوم بدي مرعب لشند الاقتصادية متل ما بتعرفوا بشكل يومي اليوم بـ 17-5-2018 عندي الـ ECB Vice President اللي هو ناي بالرئيس طبعاً بانك المركز الأوروبي بده يتكلم فبهيض الحالة عندي Medium Impact على اليورو الدولار Continuous Jobs Claims مهمة طبعاً بتحرك والإنشل Jobs Claims أيضاً اللي هني خلينا نقول البطالة في أمريكا أو الأشخاص اللي بيشتكوا على طول من عدم وجود فرص عمل في الولايات المتحدة السياسية الموجودة عنها على منصة التداول ترجع تشد أمام الزبتكن العملات الأخرى اليوم بدي أتكلم شوي عن علاقة النفط بالدولار كندي كنت حبي بمر على هيد الخضرية قبل طبعاً بتحضيركم من المخاطر اللي ممكن توجهها في أسواق المال وفي سوق الفوريكس بتكون عندكم رغبة في المخاطرة ومستوى الخبرة المعينة لا تتداولوا أو لا تكونوا عم تستثمروا بأسواق المال بهذه الحالة ممكن أن تتحملوا خسائر اللي تتجاوز رأس مالكم اللي عم تستثمروا فيه في شركة المالية بالنسبة للأقلة أنا بدي أبتدي طبعاً عرفكم على المصابقة اللي عمينا في شهر رمضان الكريم اللي هي طبعاً بدي يكون عندكم حساب في شركة تكمل أولاً تعملوا لايك وشير لهذا المنشور اللي عم تشوفوا أمامكم بيمتد هذا المنشور عبر زبطكم أصدقائكم نعرف الأصدقاء على شركة تكمل بشكل أو آخر وبهذه الحالة طبعاً نكون عم نعمل كومنت تكمل أندرسكور رمضان طوي اللي هي مع رقم حسابنا في شركة تكمل من الدول فيه بشكل يومي وأيضاً إذا بدكم المصابقة A هي مشاركة الفيديوهات التعليمية اللي عم تكون فيها مثل هلأ الفيديو التعليمي اللي عم تكون فيه بالجلسة الصباحية تعالوا لايك وشير وأيضاً كومنت برقم حسابكم طبعاً وتكمل أندرسكور رمضان وان فبهذه الحالة طبعاً منكون فقط بكبسة زر بسيطة اللي هي لايك شير وكومنت عم نقدر يعني ندخل بمسابقة لنربح جوائز التالي اللي هي المركز الأول 200 دولار وبتمتد إلى 25 دولار للمركز الخامس فبهذه الحالة فوراً منختار 5 فائزين كل أسبوع وبينزلوا في حسابكم التداول بهذه الحالة طبعاً لكم رأينا على الأجندة الاقتصادية وعرفتكم على شركة تكمل اللي هي أو مصابقة شهر رمضان المبارك بالنسبة للمدونة طبعاً بدي أيضاً عرفكم عليها بشكل يومي اللي هي كمان عند أبرز التحليل بتشوفوها رسوم بيانية وبعض التحليل اللي منقوم فيها أو المحلين والخبراء في شركة تكمل لدخولها على هذه المدونة من ويب سايت تكمل بندخل على مدونة تكمل وقعموا يوزر نين باسود فقط بتسجله الأمور كلها بشكل بسيط هلأ أنا بالنسبة لأقل الرسوم البيانية خلييني أقول أو الأمور اللي اللي عم نداول فيها بشكل يومي مثل زوج اليورو دولار بدي قوم بتحليله كنا شهدنا أمس ارتفاع أو تصحيح من القاعي اللي هو من آخر مستويات سجلناها ورجعنا ارتدينا أذهبتكم لمستويات واطية اللي هي خلييني أقول مستويات 117-86 بجلسة أمس لنرجع حلق نبتدي ارتفاع بسيط صباح جلسة الخميسة اللي هي صباح اليوم لنرجع نتسجل مستويات 118-30 و118-40 فبهذه الحالة أنا أتوقع بعد ارتفاع أقله بالموجة سيد إذا في حال أنا عم بستهدف ثلاث موجات تصحيحية أتوقع بموجة سيد تجعل تمتاد فيها لنرجع نستهدف مستويات 118-80 أو 118-90 فبهذه الحالة بكون سجلت ثلاث موجات تصحيحية أقل هلال انخفاض الضخم اللي شهدوا زوج اليورو دولار طبعا هذا الانخفاض ممكن أنه ما يكون تصحيحي ممكن يكون موجة اندفاعية هابطة يعني ما فيش يوم منها طبعا ولكن لناخد تأكيد على هذا الموضوع بد يتم عندي اختراق وأغلاق المستويات اللي سجلوا اليورو دولار أمسي اللي هي مستويات 118 أو 117-65 خلينا نقول بهذه الحالة طبعا 117-65 هي 38% من موجة رقم 2 لآخر موجة 3 اللي هي ممكن أنه تكون موجة رقم 4 قد انتهت ونبتدي بموجة الخمسة لنستهديك مستويات 127 و129 على المدد وسط للمدد طويل هيدا بالنسبة لليورو دولار لزوجة اليورو دولار طبعا ممكن أنه رجعا نبتدي ونقوم بتحليل السليني دولار خلينا نقول اللي هو أيضا عم نشهد تحرك وتقلبات مرتفعة له صباح اليوم عند بداية أو إذا بدكم عند افتتاح هادي الشمعة شفنا شاهدنا بشمعة 5 دقائك اللي هي 5 منتس ارتفاع حاد لزوجة الدولار السليني دولار بتلاهزوا عند الساعة واحدة يعني فور افتتاح سوق آسيا شاهدنا ارتفاع من مستويات 114-60 للـ 135-70 يعني عم نتكلم تقريبا بحدود 100 نقطة ارتفاع فهيدي كانت بتدعم أيضا نظرية الثلاث موجات التصحية أو بتدعم نظرية أيضا الـ Expanding Triangle اللي اتكلمت عنه أنا أمس اللي هي قلت لكم أنه ممكن كنت هاينة من موجة الخامسة بـ Expanding Triangle وعم نبتدي موجة صادة لنستهدف مستويات الـ 136-50 أول هدف وإذا تم اختراق هذه المستويات نتوقع أن نجح نرتفع لمستويات 139 فأنا بالنسبة لـ Expanding Triangle عند الـ GBPUSD هذه إشارة إيجابية وأيضا كمان ارتفاع اليورو دولار من مستويات 38% شيء إيجابة أيضا ممكن نرتد فيه بعد ما نعرف إنه هذه الموجة إذا هي اندفعية أو تصحية إن كان لـ اليورو دولار أو لـ أنا أتوقع اليوم إنه ممكن خبرية إعاطة اللي تجي بالنسبة للـ International Jobless Claims للدولار الأمريكي هذا الشيء طبعا بيدعم نظرية إنه ممكن يجع يرتفعوا العمليات الرئاسية من هون وبنتلاحظوا إنه الـ Inversed and Shoulders أو الرأس والكتفين اللي تكلمنا عنه على الأسترالي دولار عم نشهد ارتفاع يعني الأمور ماشية تمام طبعا واستهدفنا مستوى الـ 76.4% وابتدهينا ارتفاع هلأ بدنا نزور النكلاين اللي هي عن مستويات تقريبا الـ 75.80% إذا تم اختراق أنا أتوقع أيضا زيارة مستوى الـ 0.77% على المدى الأصير بالنسبة لأقل اليوم بدأتكلم كنت عن الدولار كاد والنفط عادة كندا هي من البلدين المصدرة للنفط وكان الولايات المتحدة هي من البلدين اللي بتاخد على طول إذا بتكون احتياط نفط من دولة كندا فبهد الحال كان عندي علاقة مباشرة بين الدولار كاد والنفط خلينا نقول بين الكندا اللوني والنفط مش الدولار كاد الدولار كاد هو الزوج أو الـ pair يعني انا بتكلم دولار الأمريكاني مقابل الكندا لا أنا عم بتكلم العمل الكندية لحالة يعني العمل الكندية هي طبعا بتمشي مثل أسعار النفط خلينا نقول يعني إذا في حال العمل الكندية عم ترتفع نتوقع ارتفاع سعر النفط والعكس صحيح يعني هلأ إذا في حال أنا بدي أقول أنه النفط عم بيرتفع والكندا عم بيرتفع يعني الدولار كاد لازم يكون عم بينخفض خلينا نفسي لكم إياها بكل بساطة إذا بدي أقول لكم أنا هوني أويل أو النفط وعندي الكاد الكاد لحاله وعندي البيري اللي هو يو أس دي كاد فبهيدي الحال أصبح عندي ثلاث خلينا نقول عنوين الأويل الكاد الدولار كاد إذا في حال الكاد عم ينخفض لعامل الكندية عم تنخفض الأويل لازم يمشي مثلا بما أنه العلاقة مباشرة بين الأويل والكندا ولكن إذا الكاد عم ينخفض يعني الكاد عم يضعف أمام الدولار فبهيدي الحالة طبعا يو أس دي عم بيرتفع أمام الكاد لأن الكاد عم ينخفض فبهيدي الحالة طبعا هذا الزوج رح يرتفع يعني بتلاحظوا أنه العلاقة بين النفط والدولار كاد بكل بساطة هي عليقة سلبية نيجاتف وانما عليقة بين الاول والكاد اللي هي بوزيتف انتبهوا بتكون تعرفوا الفرق بين الكاد لحالة العملة الكندية والفرق بين الپيري اللي هو الدولار كاد فبهذه الحالة اذا الكاد عم ينخفض الدولار كاد عم بيرتفع والعكس صحيح اذا الاول عم بيرتفع اذا الاول عم بيرتفع يعني الكاد ايضا عم بيرتفع اذا الكاد عم بيرتفع يعني عم يقوى على الدولار الامريكاني يعني الدولار الامريكي عم بيضغف امام العملة الكندية فبهذه الحالة طبعا بيكون عم ينخفض هذا الپير يعني بتلاحظوا ايضا علاقة ايجابية بين الاول والكاد والعلاقة السلبية بين الاول والدولار كاد طبعا فبهذه الحالة هون اللي عم جالب لكم ايه او عم جالب وصلكون ايه هي بكل بساطة الاول والدولار كاد لازم يكونوا بالاتجاء المعاكز عم يمشوا العكس بعد وصلت هاد الفكرة بدأ انتقل للرسوم البيانية اذا في حال نحن عم نشهد انخفاض للدولار كاد لازم نشهد ارتفاعه على الاول صح بما انه عنده يعني negative correlation هلأ ببعض الاحوال ببعض الرسوم البيانية عم نشوف انه مع انخفاض الدولار كاد ايضا عم يصبح عندي او عم نشهد انخفاض للنفط يعني مثل هذا الانخفاض اللي شهدناه على النفط من المستوى ال71-90 لمستوى ال70-30 ايضا شهدناه على الدولار كاد يلي هو كان عندي اذا بدكم خليني حط الرسمان البيانية امامي يلي هي الدولار كاد وخليني يقول النفط هيدي الدولار كاد وهيدي اسعار النفط اوكي اصبح عندي هلأ هوني 1 hour وهوني 1 hour بتلاحظ انه عندي ببعض الاحيان اذا بتحط هون 4 hour chart اوكي وهون 4 hour chart بكل بساطة بتلاحظوا بعض الاحيان بكون عندي انخفاض للدولار كاد وبنفس الوقت انخفاض للنفط فبهيدي الحالي ممكن ارتفاع للWTI وارتفاع لأسعار النفط فممكن يكون عندي شوية اذا بدكم يعني بلشت الامور تصير يعني ما مزبوطة لانه ممنوع للدولار كاد ينخفض والنفط ينخفض معهم لانه اصبح عندي correlation غلط فبهيدي الحالي شو السبب؟ السبب بكل بساطة انه ديما الكندي كان يمشي مع النفط طبعا وبالوقت الحالي اتوقع انه هادي ال correlation تكون عم بتفلت بعضها البعض على المدى الطويل لانه دولة كندا صارت عم بتصدر نفط اقل للولايات المتحدة ليش؟ لانه الولايات المتحدة اصبح عند اكتفاء ذاتي بالنسبة للنفط يعني قديما كانت تطلب نفط من كندا تطلب نفط من دولة السعودية المملكة العربية السعودية فبهيدي الحالي كانت تأثير النفط على يعني الدولار الامريكي شوي غريبي وال correlation عندي correlation بالنسبة للنفط وعملات اخرى واضحة جدا ولكن بالوقت الحالي من وراء اكتشاف النفط الصخر عند الولايات المتحدة وغيره وغيره صاروا زابتكن عندهم الولايات المتحدة اكتفاء ذاتي بهيدي الحالي بطل عايزين زابتكن خليني قول النفط من دولة كندا وبهيدي الحالي ممكن انه نشهد شوية difference أو in correlation بين اسعار النفط واسعار الكندية دولار. هلا بالنسبة لاسعار الدهب بتلاحظوا انه عندي اوقات انخفاضات بالدولار كاد ويدولار يان بعض الاوقات والدولار سويس وبتلاحظ انه عندي خلينيقول ضعف للدولار الامريكاني وايضاً بنشوف ضعف لاسعار الدهب. فشو السبب? السبب هو بكل بساطة انه نحن الذهب ما عم يشتغل بقى كملاد امن, ما عم يشتغل بقى خلينيقل ومع المستثمرين يفضلوا انه يستثمروا بالذهب مقابل العملات الاخرى او مقابل الدولار الامريكي. بهذه الحالة بكل بساطة السبب السبب واضح هو انه الدهب بطل عم بيشتغل ملايات امن متل ايام زمان. ليش? لانه عندي سندات الخزينة للدولة الامريكية اللي هي اليو اس بونز طبعا عم بقدموا 3 بالمية في الوقت الحالي. 3 بالمية للمستثمرين عم نتكلم نحن عن سندات الخزينة للدولة الامريكية يعني بنوك العالم كلها بيستثمروا فيها. شو يعني بنوك العالم كلها يعني عم نتكلم هو اكتر شيء امن بعالم الاستثمار. هي سندات الخزينة على طول امنة بكل بلدان العالم وكيف لا تكون للولايات المتحدة يعني هي امن شيء ممكن تكون لرأس مالك او لمالك الخاص على الكرة الارضية باجمع الاقتصاد العالمي. فاليو اس بونز لما يكون عم بقدموا 3 بالمية يعني عندي امور خليني اقول او عندي سيف هيفن او ملاذ امن اكتر من الدهب. فبهاية الحالة المستثمرين ما بحفظوا انه يدخلوا باستثمارات امنة او يعتبروا الدهب كملاذ امن. فبهاية الحالة بتلاحظوا انه عم بيرتفع او قوة الدولار الامريكي بعدها محافظة على حالة. بتقلي انه اذا في حال سندات الخزينة قوية كيف دولار الامريكي عم بيرتفع معها. بكل بساطة اذا بنا نتكلم اقتصاد الدول الاخرى يعني عم يتكلم على سبيل مثال مثل لبنان. اذا لبنان بده يستثمر في سندات الخزينة الامريكية ممكن انه يدفع في الليرة اللبنانية او اذا في حال مصر او سعودية او قطر او البحران بده تستثمر بالسندات الخزينة الامريكية رح يدفعوا بالبحرينة او رح يدفعوا بالريال السعودي او رح يدفعوا في الجنيه المصري طبعا لا طبعا لا رح يدفعوا في الدولار الامريكي يعني رح يكونوا عم بيشتروا دولار امريكي قبل ما يشتروا سندات خزينة في نحن في الليرة اللبنانية رح نشتر دولار امريكي لا يصير بحق لنا نشتر في الدولار الامريكي السندات الخزينة الأمريكية فبهيدي الحال الدولار الأمريكي عم بيصير عليه طلب كبير جداً لمن الدول الأخرى مش هك الدولار الأمريكي عم بحافظ على مستويات مرتفعة عم بحافظ على هذه القوية اللي عنده إياها وعلى هذا الزخم الارتفاع فبهيدي الحالة طبعاً اقتصاد أمريكا بالوقت الحالي أوي جداً والشغل الوحيد السلبية اللي ممكن أنه نتكلم عنه في الولايات المتحدة هي التضخم أو الانفليشن فإذا في حال أسعار الدهب بعد عندها أمل على المدى الطويل هي من وراء التضخم أو الانفليشن للعمل الرئاسي ليش؟ لأنه من وراء الـ QE Printing اللي كانت عم تتبعه جانت يالن أوكي؟ فبهيدي الحالة طبعاً تطبيع المال أو الليكوديتي بتأثر سلبية على التضخم على المدى الطويل يعني نحن بدنا نعرف أنه بمجرد ما طبعنا مال أو QE Printing مثل ما كان عم بيصير قبل معه جانت يالن عم بيصير في عندي سيولة كبيرة في البلد وهذه السيولة طبعاً عم بتكون بتأثر سلبة على قيمة العملة الورقية ليش؟ لأنه أصبح عندي كتير منها بما أنه سهل تطبيع فالقيمة طبعاً بدأت خف ولما القيمة تخف طبعاً بيصير بدأ دولارات أكتر لتشتري خليني أقول جودز أو لتشتري خليني أقول أقله وشوطين يعني إذا بدأوا رحل السوبر ماركت وأشتري مأكلات بدي عملة ورقية أكتر لأقدر أنا أتبضع فيها فبهذه الحالة طبعاً الإنفليشن هي الشغلة الوحيدة النيجاتف أو السلبية في الولايات المتحدة ولكن باقي ما تبقى الاقتصاد طبعاً عم بيكون هلثي وعم بيكون جيد يعني الدولار الأمريكي طبعاً عم بيحافظ على مستويات مرتفعة فبهذه الحالة مشيناك الدهب بطل مالات آمن بالوقت الحالي ولكن تقنياً خليني أتكلم مستوى 1286 مهم جداً إذا تم اختراءه ممكن نرجع نستهدف مستوى 1260 طالما هو فوق مستويات 1233 اللي هو آخر قاع أنا برأيي مستويات خليني أقول 1400 ممكن نكون وارد بعده عند 1400 1420 ولكن إذا في حال تم مستويات أو اختراء مستويات 1230 1234 أتوقع أنه أيضاً سيناريو سلبي آخر ممكن يرجع يتمسك بأسعار الدهب وبسيناريو الدهب لنرجع نستهدف مستويات أوطة ممكن ألف دولار عن جديد يعني للأسف فبهذه الحالة طبعاً بدنا ننتبه مع انخفاض أسعار الدهب وهذا السيناريو السلبي ممكن أيضاً تاخد أسعار النفط معه وممكن نرجع نبتدي موجة صحية جديد لأسعار النفط لنستهدف مستويات الـ 46 و 50 دولار عن جديد طبعاً عم بتكلم على سيناريات سلبي مقابل الدولار الأمريكي إلا إذا في حال يعني شهدنا بيان ضخم التأثير على الدولار الأمريكي وكان سلبي جداً وبهذه الحالة ممكن أيضاً نرجع نشهد ارتفاع لأسعار النفط ونستهدف مستويات الـ 74 دولار على رسم بيانة اليوم هيك من كون نحن اخترقنا النفق الميل على ارتفاع أو الـ upward channel هيدا عم بتكلم تقنياً أنا إذا لا ممكن نرجع نشهد ارتداد وتصحيح لموجة استهدف مستوى الـ 67 دولار على المدى الوسط للمدى الطويل أما بالنسبة للعملة الرقمية المشفرة البيتكوين عندي انخفاض هلأ تصحيح واضح ممكن نستهدف فيها مستويات الـ 61% اللي هي مستوى موجة رقم 2 يا أما ويف بي ممكن تكون فبهذه الحالة ممكن التراجع يرجع يستهدف أيضاً مستوى الـ 7200 قبل ما نفكر بموجة جديدة صعدة لا نستهدف ويف سي اللي هي ممكن نرجع نشهد أو نرجع نلمس أسعار 11000 و13000 أسعار العمل الرقمية المشفرة أو البيتكوين قبل ما نرجع نبتدأ انخفاض عن جديد ونرجع نفكر بسيناريو سالبة أنا على طول بوصف لكم البيتكوين بالـ natural gas الـ natural gas أو الغاز اللي هو إذا بتشوفه الرسم البيانة تابعه خليني ادخل فقط بس لنقدر نشوف رسم بيانة الغاز الـ natural gas كيف كان عم بسجل عندي قبل أو سابقا الـ natural gas أوكي ممكن ندخل على الفيوتر فورا الـ natural gas اللي هو ممكن نلقي 2.81 نضغط عليه نشوف الرسم البيانة دخليني الرسم البيانة نحط الرسم البيانة على المدى الطويل اللي هي مندخلها أوكي هون محطوطة من إيبرل لماي ولكن نحن بدنا على الرسم البيانة الشهري أوكي طبعا أوكي عظيم لكن نحن هون متل ما بتشوفه عم بتلاحظوا انه عندي شي واضح جدا لاسعار الغاز اللي هي كنا شهدنا ارتفاع قمة 16 دولار و 14 دولار في سنة 2006 يعني من وراء ارتفاع عليكم هذا السيناريو مثل البيتكوين نفس الشي بذكرنا بأسعار البيتكوين من وراء ما ارتفعنا لمستويات العشرة دولارات جعنا نخفضنا لمستوى الدولارين أو للثلاث دولار جعنا نرتفعنا لمستويات السبتعشر دولار اللي هي تقريبا عند أسعار البيتكوين لما استهدفت مستويات العشرين ألف دولار جعنا نخفضنا لمستويات الثمينة ألف دولار على أسعار البيتكوين عم بتكلم هوني عن الـ Natural Gas ولكن نفس السيناريو أنا اللي عم بتكلم عليه على أسعار البيتكون هو هذا الارتفاع هلأ اللي هو ارتفعنا بموجة A اللي هي استهدفنا لمستوية العشر تاليف دولار أو التسعة تاليف وتسعمية ارتدينا منا ويف بي وأتوقع ارتفاع ويف سي للاستهدف مستوية 13 ألف أو 11 ألف لأسعار البيتكون اللي هي كانت عندي عن الـ Natural Gas تقريباً لمستوية الـ 14 دولار ومن ثم انخفضنا ودخلنا بمرحلة أفقية من مستوى أو من سنة 2008-2009 على حديث 2018 لـ Natural Gas وبعد بمرحلة أفقية ثابتة فبهيد الحالي نفس السيناريو أتوقع أنا على البيتكون لأسعار البيتكون اللي هي ممكن تعطيني هلأ ارتفاع موجة جديدة لـ ويف سي للاستهدف مستوية 13 ألف نتأكد أنه هذه مستوية أوفربوت أو منطقة تشبع بالشراء كتير عالية فبهيد الحالي ممكن نرجع ننخفض على المدى الطويل وندخل بمرحلة أفقية بين مستوية الـ 2000 دولار أو الـ 1000 دولار على المدى الطويل وممكن تخذني أكتر من 10 سنوات و20 سنة طبعاً تضلل عنه راكمية المشفرة كرب مستوية واطي ومدانية بهيد الحالي مش أنا عم بش زملة مصيرة طبعاً لا ممكن نرجع نرتفع على مستوى 30 ألف ولكن هذا مجرد سيناريو مفترض وأنا عم بيتبع أيضاً تحليلات المحللين الجبار بالسوق مثل وورن بوفت وغيره مثل صاحب شركة مايكروسوفت مثل بيل جيتز عم بقوله أنه العملة الرقمية المشفرة ما ألا مستقبل ضخن على الأسواق المالية فبهيد الحالي ممكن نشهد منطقة أفقية طويلة المدى كرب مستوية واطي اللي هي 500 أو 1000 دولار لسعر البيتكوين الوحدي بالنسبة لقالة انتهت هذه الجلسة بدأجع أذكركم ما تنسوا المنشور لمصابقة شهر رمضان المبارك اللي هي مصابقة عم تقدمها شركة تكمل بتقدم خمس جويز أو لخمس فائزين كل أسبوع من 200 دولار المركز الأول لـ 25 دولار المركز الخامس طبعاً فقط بمجرد ما عملته لايك شير وكمانت لهذا المنشور تكمل رمضان 2 وأيضاً على الفيديوهات التعليمية اللي هي المصابقة A عندي مصابقتين هوني مصابقة A هي مشاركة الفيديوهات التعليمية لايك شير وكمانت تكمل رمضان 1 ورقم حسابكم اللي بتداولوا فيه في الشركة المالية طبعاً بتمنى لكم يعني شهر مبارك ويعني إن شاء الله بكون نهاركم مثمر في التداول ويعني كانت خبرية بسيطة جداً إنه تضغط لايك وشير وتدخل فيه هذه المصابقة اللي ممكن تربح فيها جواز تمينة بتمنى لكم كل التوفيق ونحن رح نشكون سوياً بجلسة بعض الظهر لشارح استراتيجية معينة متل ما تعودتوا علينا بشكل يومي كمع كل محل تكنو جزاف ظهرية من شركة تكمل إلى اللقاء